حكم من يعرف أن عيد الأم حرام حكم من يعرف أن عيد الأم حرام ومع ذلك يحتفل بحجة أن أمه من كبار السن وعقولهن صغيرة وتزعل أستطيع أن أحتال على والدتي بأسلوب إذا كان وصلت إلى مرحلة الزعل والغضب أقدم لها هدية قبل عيد الأم ولا يوجد شيء اسم عيد الأم وهذا العيد أتى من عند الكفار لأنهم يقولون نحن نعرف الأم لكن لا نعرف الأب فما عندهم عيد أب لقيمنا آم نعرف هاي ولدتنا بس من أبونا؟ كفار كيف بدوا يعرف أبونا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقولون نجعل هذا اليوم لها في السنة لأنها تعيش في ملجأ أو في مكان منعزل لوحدها فبالتالي نزورها مرة في السنة وهذه المرة تزيدها ألما وحسرة طب شو بتحط عندك في البيت؟ كلب وإمك شو بدي في إمي أنا بحط كلب بدل آه بدل إمي بس وبدل أبوي كلب وأبوي مش معروف مين هو أصلا إذا المغيات اللي خلقك هاي أبوك يما بش مضمون ما انت عارش يما نحن نخوص على بعض كفار كفار أصعب شي ولذا من الأخطاء أنه بعض الناس يقول كلمة وسوف ننبع عليها لاحقا يقولوا والله فلان ما شاء الله أخوك بتشبهوا بعض إمكو فلانة قال هذه إمي إن صدقت الوالدة عوذ بالله يطعم في شرف أمي وفي عرضها وفي عفتها من اللي طاعن ابنها فهذه كلمة من الكبار وليا ذو بالله لنا درس عن هاي الأشياء لاحقا طيب إذن الحال نأتيها بهدية قبل أكم من يوم إذا اضطرنا شو هذا ابنيها هذا يما لأني بحبك وشتكتلك وكانت ومو بش عيدهم يما أنت كل أيامك عيد أنت حبيبتي وهي الهدية فهي بتجوز بتفكر في الهدية فإنت إذا ما جبت الله في هذا اليوم تقول لك عنك إيش بخيل فإنت سبق وقول لها يما وبعد عيد الأم هاي كمان هدية يما إنه إنت حياتي أنا وبعد شهرين كمان هدية يما إيه ضيعنا عيد الأم بالمرة وشو الهدية اللي بتجيب الأم بخمس لرات بعشرة كثير عليها يعني هذه الأم ولا حول ولا قوتها إلا بالله ترجمة نانسي قنقر